وافضل شيء عندما تغضبك زوجتك ان تخرج من البيت والمشكلة كانت ايام الحضر تقاعد انت ومرتك وولادك ومرتك نازل تعلق عليك وتجنن فيك بتروح على الغرفة بتلحقك واذا طلعت بيحبسوك فكان لذا اعلن او سمعت من اكثر من وسيلة اعلام حالات الطلاق ايام الحضر ارتفحت معنى الكلام يعني ليش فان هذا الشخص اراد ان يهرب وما في مجال له شو ارتواقفيت لك فافضل شيء في التعامل مع الزوجة حتى لا تغضب وهو الخروج ويسبق ذلك ان لا تناقشها لا تقول والله مرة تم تعلمي مع شهادة مع دكتوراه نفس الشيء دكتوراه اول ابتدائي واحد لا تناقش دكتوراه اول ابتدائي واحد لا تناقش اثنين افضل حل التعامل معها ايش الهروب فالهريبة في هاي الحالة كل المراجل وهذا ما فعله علي بن ابي طالب اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم يعني بنتك بنتك تربيها احسن بين بنت الرسول صلى الله عليه وسلم قل لبنتك بنتها تستجيب اكثر بين بنت الرسول صلى الله عليه وسلم ومين انت اصلا ومع ذلك ازعلت عليه بن ابي طالب فما تقول لي مرتي انا لا اهلا مرتي انا ما بتزعي مش ممكن لازم تكون بتزعي لك معناته في اشي غلط شو الحال عدم النقاش اثنين الكلام المعسول يا اخي امدحها مدحها اثني عليها ثلاث الخروج وهنيئا لك اذا كان لك ايش صهر بفهم يعني ابو مرتك بفهم بس يشوف مشكلة على طول بوقف معك من غير ما يعرف ايش الاسباب ما بده يعرف الاسباب قبل فترة في مشكلة عائلية اضطرت اتدخل نسأل الله يتقبل للاصلاح فجيين يحكوا قلت لهم لو سمحتوا ما بدي اسمع عن المشكلة ابدا ولا عن اللي صار بينكم احنا نجيين هنا الحل نجيين نسمع قصص فانت اذا نزلت في مشكلة لا تسمع من الاطراف اغلق الموضوع خصوصا بين الزوجين بكرة بتصالح وبصور يندب وقولك ليش حكينا له هالبيوت اسرار والمرأة بتزيدها شوي الشيخ الالباني رحمة الله عليه في بيته صار مشكلة مش هراضي تنحل مع زوجته والالباني فاجزى الله خيرا اتدخل الشيخ ابو اليسر واصلح بينهم احيانا بتصر الزوجة ما بتسمع لزوجها حتى لو عالم بل بجوزة تسمعوا كلام شو الحل ييجي ابوها كون صاحب حكمة فيمدح زوجها امامها نص المشاكل شو ما له تنحل اما يقولها والله البيت اللي رباك ما راحوا خلاكي خربت بنتهم او شو الحل الروح على حماية الاسرة والصواب ليس حماية الاسرة هو تدمير الاسرة بس اكتب تقريب جمنا تقريب بتاعش كاي واريكم اتصل في احد قابل ان احده بجي اتصل حتى قابلني عيانا قال يا شيخ زوجتانا طاليا من السجن حططني في السجن اربعة ايام جابت تقريب واريجعت عالدار اني شو اساوي ما عندي من اولاد تلاحول والاقوات ها بالتالي يعني قصص كثيرة الصواب فعل النبي صلى الله عليه وسلم تضربش الصواب ناقشش الصواب كلام معسول الصواب اطلع من البيت هاي الحلول وتسعين بالمية من المشاكل باذن الله بتنتي اتصل في احده وقال يا شيخ صرت انطلق مرتي مرتين بتقول له شو يعني في ساق قال لي بس بتحكيلي كلمة بتخلينا اطلقها اذا انت زلم يطلقني قلت له طب احكس اذا قلت لك اذا انت زلم يطلقني يقول له ما بقدر لاني بحبك وشوف شو بصير فيها خلي اسلوبك فبالتالي اخواني في الله هذا هدي النبي